اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والابتكار والمشاركة في نهضة ونماء الوطن في حاضره ومستقبله في المجالات المختلفة واضاف بان ما يبعث على الارتياح والتفاؤل هو نجاح الكلية في تخريج المعلمين المؤهلين تأهيلا يرقى الى المعايير العالمية من خلال دراستهم التي تجمع بين الجانب الاكاديمي والتدريب المستمر في الميدان التربوي طيلة فترة الدراسة واكد سموه ان الاحتفال بهذه المناسبة يأتي تأكيدا لما يحظى به التعليم والتدريب في مملكة البحرين من اهتمام وان ما حققته الكلية من نتائج ونجاح منذ انشائها وذلك بتخريج ما مجموعه تسعمائة وستة عشر طالبا وطالبة ضمن برنامج البكالوريوس في التربية وخمسمائة واثنان وعشرون معلما ومعلمة ضمن برنامج الدبلوم العالي في التربية وستمائة وتسعة وثلاثون مديرا ومديرا مساعدا ضمن برنامج الدبلوم العالي في القيادة التربوية يأتي دليلا على نجاح الكلية في اداء دورها وتحقيق اهدافها وبهذه المناسبة اشاد سموه بما يبذله مجلس ادارة الكلية وعميدها والهيئة التعليمية من جهود للارتقاء بمستوى الكلية متمنيا للجميع التوفيق لما فيه خير وطننا العزيز ثم القى سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي كلمة رفع فيها خالص معاني الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على الدعم المستمر والمساندة المتواصلة التي تجدها المسيرة التعليمية مشيدا برعاية سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى لتطوير التعليم والتدريب لهذا الاحتفال مؤكدا ان مشروع كلية البحرين للمعلمين قد نجح في تحقيق اهدافه المرجوة بدعم سموه ومتابعته المستمرة لهذه الكلية التي جاءت على رأس مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب من اجل ان يكون المعلم البحريني مؤهلا تعليميا وتدريبيا وقادرا على الاسهام في تحقيق متطلبات التنمية وبناء مجتمع المعرفة واكد الوزير ان كلية البحرين للمعلمين قامت منذ نشأتها على استلهام افضل التجارب العالمية وخصوصا التجربة السنقفورية في مجال اعداد المعلمين والقادة التربويين ومواكبتها لكل جديد في هذا المجال واستعرض الوزير جانبا من انجازات الكلية ومنها نجاحها في تمهين 13828 معلما ومعلمة ضمن برنامج التنمية المهنية المستمرة وتميزها في دورات المراجعة الخارجية المؤسسية والبرامجية فضلا عن توظيف جميع خريجيها في مدارس وزارة التربية والتعليم مشيدا بالتعاون القائم بين الكلية والوزارة في اطار الارتقاء باداء المدارس وفي كلمته عبر الدكتور تيد بورينتون عميد كلية البحرين للمعلمين عن خالص الشكر والتقدير لسموي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى لتطوير التعليم والتدريب على رعايته الكريمة لهذا الاحتفال مشددا على اهمية الكلية والدور البارز الذي تلعبه في خدمة التعليم بمملكة البحرين ومستعرضا اهم من ميزاتها وخصائصها التي اسهمت في نجاحها ومنها الجمع بين الجانب الاكاديمي النظري والجانب التطبيقي طيلة فترة الدراسة وبعد ذلك تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة بتجشين كتاب بعنوان عشر سنوات من كلية البحرين للمعلمين تأسيس كلية معلمين من الطراز العالمي والذي تضمن توثيقا بالصور والمعلومات لمراحل نشأة الكلية وتطورها وانجازاتها منذ التأسيس ثم كرم سموه جميع اعضاء مجلس ادارة كلية البحرين للمعلمين مقدرا لهم بما يبذلونه من جهود لضمان حسن سير عمل الكلية وفي الختام قام راعي الحفل بجولة في معرض لبعض الاعمال والمشروعات المتميزة لطلبة الكلية وبعدها قام سموه بافتتاح مركز تدريب القيادات التربوية بمقر الكلية والذي تم تأسيسه لتدريب القيادات التربوية بمدارس وزارة التربية والتعليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الكلية التي تشكل نقلة نوعية في تاريخ التعليم في مملكة البحرين باعتبار ان هذه الكلية تراعي جانبين مهمين الاول اختيار افضل العناصر للاتحاق بمسيرة التعليم من خلال الانضمام الى هذه الكلية والجانب الاخر انها دور كبير مهم في تدريب المعلمين في وزارة التربية والتعليم وهذا يرفع طاقاتهم وايضا يسهم في الارتقاب المدرسة بشكل عام هذه الكلية لديها ميزة اساسية تختلف عن باغي الكليات التي تعني بشؤون التربية والتعليم باعتبار انها تقوم على اساس تدريب المعلم منذ السنة الاولى هذا المشروع هو احد مشاريع تطوير التعليم وتدريب التي دشنها سيدي صاحب السمو الملكي الامير سلمان من حمد آل خليفة ولي العهد ضمن بكورة مشاريع للارتقاء بالتنمية والعمران والتقدم والسعي نحو المحرفة في البحرين ومن ذلك التركيز على مستويات الطلبة التي تعتمد بشكل كبير جدا على مخرجات الكليات المتخصصة في مجال اعداد المعلمين مع اشراقة العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه شهدت مملكة البحرين نهضة تطويرية شاملة في شتى الميادين وفي مقدمتها الميدان التعليمي من خلال جهود ومبادرات عديدة من اهمها تتحين المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب في شهر يونيو من العام 2007 والذي تمت صياغته في اطار رؤية تطويرية متكاملة تجسد تطلعات المملكة نحو الارتقاء بالموارد البشرية لكونها العصب الرئيس للتنمية الشاملة المستدامة حاليا احنا كمعلمين متخرجين من الكلية عندنا استراتيجيات متنوعة من خلال حل المشكلات التفكير الناقد البحث والاستقصاء ايضا التفكير الابداعي لجردت ان طبقنا ووظفنا هذه المهارات في المشاريع الموجودة حاليا بالمعرض الى جانب توظيف التكنولوجيا التكنولوجيا التعليم والتعلم اللي يتساهم في رأية البحرين تقريبا اليوم احنا اختبارات نقدمها من ناحية التكنولوجيا وفي اطار المشروع الوطني لستطوير التعليم والتدريب تم تنفيذ العديد من المبادرات التي شملت مختلف المراحل التعليمية ومن اهمها تأسيس كلية البحرين للمعلمين في العام 2008 بهدف اعداد المعلمين وتأهيلهم وفق معايير عالمية واستقطاب افضل العناصر للعمل في مهنة التعليم باعتبار المعلم رقيزة اساسية مهمة من ركائز التطوير وبما ينسجم مع متطلبات التنمية الحاضرة والمستقبلية طبعا مشروعي عبارة عن التعلم بالمشاريع طبقتها مع تلميذات الصف الثالث الابتدائي المشروع عبارة عن احدى الاستراتيجيات اللي طلعنا منها من كليات البحرين المعلمين هاي الاستراتيجية تعتمد ان الطالب هو محور التعلم في الصف يعني كل شيء هما الطالبات سووا المعلومات يا ابوها اعرضوا المشروع واشتغلوا عليه في الصف بناء على نتائج الدراسات الميدانية التي اجريت ضمن مشروع التقويم الشامل لجودة التعليم في مملكة البحرين والتي كشفت عن الحاجة الى تطوير مضاعف لأداء المعلمين بما يواقب مستجدات الحقل التربوي ويتماشى مع احتياجات المملكة التنموية في شتى المجالات طبعا استفدت خلال تجربتي في كلية البحرين للمعلمين وزودتنا الكلية في العديد من المهارات ابرزها المشاركة المجتمعية وفي ضوء هذه المشاركة قمنا باعداد مشروع يتحدث عن تحدي صفر نفايات وهو تحدي بين المدارس لتخفيض النفايات المتراكمة في هذه المدارس وقد حرصت الكلية على ان يكون الطالب المنتسب اليها متخرجا من الثانوية العامة بمعدل مرتفع وتتوافر لديه الكفايات الاساسية التي تضمن له الاستعداد للدراسة اكاديميا وتربويا وان يمتلك المقاومات الشخصية التي تؤهله لممارسة المهنة كلية البحرين للمعلمين هي الكلية اللي خصبت هذا الحقل التعليمي بكافة الموارد والمعلومات اللي خلت نحن اليوم معلمين متميزين فانا كخريجة من الدفعة الثانية لهذه الكلية اقدر اقول ان هالكلية حفزت المعلم على انه ينتج ويبدع ويحول المواد العلمية الى شيء ممتع ومحفز بالنسبة للطلبة كما تتولى الكلية عملية تدريب المعلم في اثناء فترة عملهم اضافة الى اعداد وتأهيل القيادات التربوية مع ربط ذلك بمفهوم التنمية المهنية المستدامة ليكون التدريب مبنيا على الاحتياجات المهنية المتجددة هذا المشروع لم يكن الا نتاجا لكلية البحرين للمعلمين طبعا كلية البحرين للمعلمين وفرت للدعم الكافي لان اخرج هذا المشروع فهي اللي رشحت اسميني انا اشارك في مسابقة الخطابة البيئية في الامارات العربية المتحدة وخلال عشر سنوات من العطاء والتميز حققت كلية البحرين للمعلمين نجاحات وانجازات تستحق الاشهادة والتغدير حيث نجحت في تخريج 916 طالبا وطالبة ضمن برنامج البكالوريوس في التربية و522 معلما ومعلمة ضمن برنامج الدبلوم العالي في التربية و639 مديرا ومديرا مساعدا ضمن برنامج الدبلوم العالي في القيادة التربوية اضافة الى تمهينها 13828 معلما ومعلمة ضمن برنامج التنمية المهنية المستمرة وتميزها في دورات المراجعة الخارجية المؤسسية والبرامجية التي اجراها كل من المعهد الوطني للتعليم في سنغفورا والمجلس الثقافي البريطاني وهيئة جودة التعليم والتدريب فضلا عن توظيف جميع خريجيها في مدارس وزارة التربية والتعليم والاشهادة بقدراتهم المتميزة وكفاءاتهم العالية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة